أيدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ما أعلنت عنه وزارة الحج والعمرة بقصر حج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة نظراً لاستمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له في العالم وقالت الأمانة العامة إن النصوص الشرعية والمقاصد والقواعد الكلية تدل على وجوب المحافظة على الأنفس وأن ذلك من المقاصد الشرعية الإسلامية وأضافت أن ما قرره أهل الاختصاص من أن التجمعات تعد السبب الرئيس في انتقال العدوى وأن التقليل من هذه التجمعات هو الحل الأمثل فإن ما قررته حكومة المملكة يعد قراراً موفقاً ومسؤولاً ومطلوباً اتخاذه حفاظاً على الأنفس البشرية وقياماً بواجب المسؤولية تجاه هذه الشعيرة العظيمة وتجاه المسجد الحرام والمشاعر المقدسة ترجمة نانسي قنقر